للحسن الثاني علاقات مترامية ومتعددة بعضها يطبعه الحب وبعضها الآخر يطبعه العداء والكرهية نموذج هذه العلاقة الأخيرة التي كانت بين الحسن الثاني والكاتب المصري حسنين هيكل تتسم بالتوتر والكرهية والغضب والعداء الشديد بين الطرفين بحيث كان ينظر حسنين هيكل لنظام الحسن الثاني على أنه نظام رجعي ولابد له من السقوط كبق الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية وهو ما جعله في مواجهة مع ملك يحب التحدي سواء عبر لقاءات شخصية مباشرة أو عبر آلية الكتابة بينما كان ينظر الحسن الثاني له أنه حطاب الليل في هذا التقرير نكتشف الوجه الآخر لهذا العداء التاريخي بين الرجلين وكيف تعامل الحسن الثاني بدبلوماسية مع حسنين هيكل وكيف ظل الكاتب المصري هيكل متشبتاً بموقفه على أنه نظام استبداد وعلى أن الرجل مستبد ابقوا معنا لا تذهبوا بعيداً ضعموا القناة واشتركوا فيها دعماً لهذا المحتوى من طرائف علاقة الحسن الثاني بالكتب المصري حسن هيكل والذي تسبقه شهرته ومواقفه ودفاعه المستميت عن الناصرية وجمال عبد الناصر حينما استقبله الحسن الثاني بقصره بالرباط وفي إطار البروتوكول المخزن دفعه مولي حفيد العلوي على أن يقبل يد الملك الحسن الثاني فصح الملك في وجه وزيره قائلاً ألا تعرف حسن هيكل إنه ضيفنا كان يرغب الحسن الثاني أن يورط الكاتبة بتقبيل يديه لكن هيكل كان يعي هذا المخطط بشكل كبير معلوم أن الجرائد المصرية تصل إلى المغرب بعد ست ساعات من طبعها وفي يوم عشر يوليوز 1971 وبعد سوئات من المحاولة الإنقلابية التي استهدفت الملك الحسن الثاني كتبت صحيفة الأهرام القاهرية على خمسة أعمدة وكان هيكل مديرها العام أندا عنواناً بارزاً مقتل الطاغية الحسن الثاني وهو ما أطار شكوك الملك الحسن الثاني حول علم هيكل المسبق بتفاصيل المحاولة الإنقلابية وهو ما أدل الملك لهيكل في لقاء جمع بينهما إلا أن هذا الأخير نفى هذا الأمر وشرح كيف تتلقى الجريدة أخبارها وكيف تصل إليها التفاصيل بسرعة ثلاثة آلاف كلمة من جميع الوكالات وفي كل دقيقة وكيف تجري الاستعانة بأقسام المعلومات في أي جريدة لتكملة الحوادث والشخصيات إلا أن أخطر ما اتهم هيكل به الملك الحسن الثاني هو علاقته بإسرائيل ويتعلق بالدعاء تسريب معلومات عن القمم التي كانت تعقد في المغرب مثل مؤتمر القمم التي عقد في الضار البيضاء في شتنبر 1966 وكاتبت الأسبوع يداتها أن الجنرال أفغير جاء للسلام على هيكل وأحس هذا الأخير بحيرته وهو يمد يده لمصافحته حيث كان في دهنه ساعة ساعتها بن بركة الزعيم المغرب الذي تولى الجنرال اختطافه وقتله بشهادة الرئيس الفرنسي شارل ديغو بعد وفاة الملك الحسن الثاني عام 1999 أطلق هيكل لسانه بالطعم فيه وفي السياسة المغربية إبان حقبة ستينيات فكتب عدة مقالات مطولة في المجلة التي كان يشرف عليها وهي وجهات نظر ينتقد فيها الملك الراحل ويتهمه بمختلف التهم ومن جملتها أنه كان وراء تصريب الجلسات السرية لمؤتمر القمة العربية لدى عقدة برباط عام 1965 إلى إسرائيل وقد كتب هيكل هذا المقال مباشرة بعد رحيل الحسن الثاني وبالطبع لم يكن لديه من المتسندات سوى ذاكرته الغزيرة فقد تحول هيكل والحق يقال إلى راوية وفقا للتقاليد العربية القديمة التي يأتي بالأخبار التي يجب على الآخرين تصديقها وهو كان يتكلم من موقع الشاهد الذي رأى كل شيء وسمع كل شيء تماما كما هو الإله الخفي عند الكاتب لوسيان جولدمان وبعد سنوات من ذاك المقال والذي أزعج المغرب عاد هيكل لقي كيلة الاتهام إلى الحسن الثاني مجددا ولكن هذه المرة عبر إطارة قضية شهيرة في الجزائر شكلت مفصلا في التاريخ الجزائري الحديث وهي حادث اختطاف طائرة تابعة للخطوط المغربية كانت تقل أربعة من جبهة التحرير الوطني هم أحمد بن بلة ومحمد بوضياف ومحمد خيضر والحسين أيتحمل في رحلة من الضار البيضاء إلى تونس يوم 22 أكتوبر 1956 حيث اتهم هيكل الحسن الثاني الذي كان أندك وليا للعهد بتسريب خبر إقلاع الطائرة إلى السلطات الفرنسية التي قامت باعتقالهم وقد نفع حسين أيزحمل فيما بعد هذا الخبر ثم عاد هيكل في نفس البرنامج الذي كان يقدمه عبر قناة الجزيرة القطرية لكي يدلي بما يشبه الاعتذار عندما ذكر بأن الحسن الثاني كان قد اتصل به في حينه أي بعد نشر هيكل الخبر في الخمسينيات ونفى ما ورد فيه يعود أصل الصراع أو الخلاف بين هيكل مع الحسن الثاني والمغرب إلى حقبة التقاطب التي طبعت الساحة العربية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حيث كان عبد الناصر يبادل الملكيات العربية العداء ويدعم الحركات التورية التي كانت تسعى إلى الإطاحة من المحيط إلى الخليج وقد ظل وفيا لهذا التقاطب وينظر إلى الأنظمة العربية من خلاله دون أن يجرؤ على تقديم مراجعة فكرية وسياسية لمواقفه القديمة في ذوء التحولات التي جرت في الواقع العربي ولهذا السبب اجتهد طويلا في إعادة نفس المواقف التي سجلها في وقتها بأسلوب جديد لإقناع الجيل الذي لم يعيشه كالمرحلة وكان يفعل ذلك بأسلوب أقرب ما يكون إلى الخيال العلمي على نحو ما ينقل الكاتب أبضل العروي في مذكراته عن الأب جور شحاتة قنواتي الذي قال له بعد هزيمة 1967 أقرأ افتتاحيات حسنين هيكل كما أقرأ روايات الخيال العلمي ويعقب عبد الله العروي في نفس الكتاب إنما يكتبه نوع من الخيال السياسي نعم هيكل ساحر ومنوم لكنه يدغدغ عواطف من رئيسه أم شعبه أم الأعداء لنا حلقة ثانية في هذا الموضوع لا تنسوا دعمنا في هذه القناة قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابنوا في لعشان يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تديروا جميعا